دكتورة خلود مفهوم المواطنة الرقمية مفهوم كثير مهم عم نتداول وما كنا زمان نسمعه أبدا لكن إله أكيد أهمية وأبعاد كثيرة فهذا المصطلح إيش بيعني بالزبط هلا مثل ما تفضلت دكتورة لانا أنه مفهوم المواطنة الرقمية إيش كثير جديد عنه ما كان موجود قبل خمس سنين عشر سنين وعم نسمعه كثير بأيام بمعظم أرجاء الوطن العربي وجميع دول العالم كافة عم تسعى أنه تجعل مواطنينها مواطنين رقميين هلأ احنا عم نسمعه هلأ فعليا بس لسه ما تبلور بشكله الكامل والمتكامل يعني ممكن أنا هلأ أشوف فتاة بنت يعني وشاب أقولهم أنت مواطن رقمي بقول لي طبعا أنا مواطن رقمي بقول لي طب كيف يعني مواطن رقمي بقول لي أنه أنا عندي حسابات على الفيسبوك انسجرام أنا بعرف أستخدم التكنولوجيا حلو هذا الاشي كتير فضيع ولكن أساس المواطن الرقمية هي الأداب والسلوكيات اللي لازم نتبعها وإحنا في العالم الرقمي العالم الافتراضي يعني هي مرتبطة بمفهوم الأخلاقيات نعم هي أكتر بخلينا أقولك المواطنة نفسها إيش عن كلمة المواطنة المواطنة الصالح المواطنة الصالحية هي عبارة عن مجموعة من القيم اللي بتحث الفرد أنه يتعاون للنهوض بمجتمعه وهي علاقة بين الفرد والدولة قائمة على حقوق وواجبات مصهر الدستور ونفس الإشي المواطنة الرقمية أنت عندك حقوق وواجبات أنت كيف تكون مواطن صالح تعكس صورة بلدك بالخارج عن العالم الرقمي يعني بقولوا الأردن العالم الرقمي في الأردن فإحنا كيف نتبع سلوكيات وأخلاقيات منظومة أخلاقية متكاملة موجودة بالعالم الافتراضي العالم الرقمي اللي لازم إحنا نتبعها عشان نكون مواطنين رقميين إذن إلها معايير نعم إلها محاور ومعايير مهمة خلينا نتعرف عليها شوي فيه دكتور أمريكي اسمه دكتور مايكل ريبل هو دكتور في جامعة بأمريكا مفهوم المواطنة الرقمية كتير كبير خلينا نحكي بس حطلنا تسع محاور هي خلينا نقول أساس المعرفة للإنطلاق للمواطنة الرقمية أول محور الكتير مهم اللي هو الوصول الرقمي خلينا نقول إيش هو الوصول الرقمي أنا بدي أكسس عالنت عالأنترنت عشان أقدر أدخل هذا العالم من غير إنترنت أنا ما بقدر أدخل هذا العالم فبدي يكون المسموح بالدخول والحمد لله في معظم الوطن العربي أنا بحس قد ما سفرت أنه عندي وصول رقمي عندي وصول انترنت فأنا مقدر مش صعب ومعظم الدول العربية حتى عم بتحاول بالمناطق النائية أنه يكون فيها كمان انترنت لأنه كمان هلا إحنا اتجاهاتنا بكل الوطن العربي أنه يتحول لحكومات إلكترونية فلازم نسعى أنه يكون الأكسس واصل للجميع ثاني محور اللي هو التجارة الإلكترونية التجارة الرقمية هلا إحنا حياتنا باليوم أكيد بتروح لسفر ماركت بتشتري مثلا شغلة قائمة على البيع والشيرة كتير اللي هو المباشر اللي هو المباشر فما بالي في العالم الحقيقي أنا بدخل لما بدخل على متجر ما ممكن يدخل غيري خمسين مئة ولكن بالعالم الافتراضي الرقمي نفس المتجر بدأت سوق منه بدخل ملايين ملايين كل عالم ممكن يدخل عليه فنسبة الاحتيال والغبن تكون أعلى وأكبر فعشان هكنا نكون إحنا كتير ديرين بالنا يعني مثلا أنا بدي أسافر ممكن أحجز على أوتيل أشوف الصور كتير حلوين وما أكون هلأ بنحكي عنه أنا ما أقرأ الريفيوز لازم أقرأ الناس إش بكتبه هاي من كيف أنه بمحي الأمية الرقمية هلأ رح نحكي عنها فأنا بحجز هذا الأوتيل بدفع بسافر بنصدم أنه الحقيقة تختلف عنه بالعالم الافتراضي وهذا المثال نقدر أن أطبقه على كتير أشياء فيه أمرات ما تكونوا شايفين بلوزة غير أمراتا شخص بيكون بوهمك أنه هذا هو بيطلع بالعالم الحقيقي حدا تاني عاربتي فأنا عشان هيك أنا لازم أكون كتير مدرك بثقافة العالم الافتراضي النسبة الغش فيه أكتر أكتر لأنه نسبة اللي بتخلوله أكتر بتعاملوا معاه أكتر كعالميا لأنه أنت في بلدك محدود بس الإشي اللي عم بتعامل معاه بنت مش محتكر لخلود فبتكون القيود أقل المحور الثالث اللي هو محور محو الأمية الرقمية هذا المحور جدا مهم خليني بس أتطرق ل إيش يعني كلمة أمية أمية أنه هذا الشخص لا يستطيع القراءة والكتابة محو أمية يعني بدأ أزيل الأمية بدأ أخليه قادر على القراءة والكتابة نفس الإشي عنا محو الأمية الرقمية اللي هو التعليم والتعلم التكنولوجيا واستخدام أدوات التكنولوجيا فبهذا المحور أهم إشي عنا أنه أخلي أجعل الشخص أو المواطن أنه هو مدرك ومدرك وواعي لثقافة العالم الرقمي الافتراضي وكيف بدأ أجعله أنه يشارك بفاعلية وإيجابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والأجهزة الرقمية وبنفس الوقت بدي أكون واعي أنه أنا باخد من هاي الأشياء ما بناسب عداتي وتقليدي وقيمي ما يرتقي بتفكيري وأترك الأشياء اللي أصلاً ما بتناسبني وكتير مهم أنه برضو أنا أستثمر هذا العالم إحنا مشكلتنا أنه إحنا مستهلكين للتكنولوجيا مطلقين أنا لازم أكون كمان منتج للتكنولوجيا يعني أنا ما بهمني بقوء مثلاً في مقالات بيحكوا أنه نسبة الوطن على بيستهلاكهم للتكنولوجيا هالأد إحنا يائم نمبسط بس إحنا بدنا إنتاج يعني الدول خلينا نقول متحضرة جداً عندهم استهلاك وعندهم إنتاج عندهم إنتاج محتوى معناته إحنا ما نستثمر دكتورة في هاي الوسائل ما عم نستثمر بشكل إيجابي في عنا مشكلة هون هذا اللي اسمه محول الأمية الرقمية ونفس الإشي ونقطة كتير مهمة بمحول الأمية الرقمية أنه لازم يكون عند الشخص قدرة على إبداء رأيه النقط أنه أنا مش كل شيء بس معه صحيح أنا ممكن أنه هل هاد خبر ولا هاد إشاعة هذا الخبر إشاعة ولا حقيقة لازم أعرف أي وكالة أنباء نشر هذا الخبر لازم أتأكد مظبوطاً مصدرها هوني بيعتمد على وعي يمكن الشخص نشر وعي المحول الأمية الرقمية أنه أنا أخلي واعي ومدرك بالعالم الرقمي فأنا لما بساهم بنشر خبر هو إشاعة أنا عم بساهم أولاً بتضليل المجتمع اثنين قد أتعرض لمسائلة قانونية أنا إذا بدي أحط لايك على منشور فيه تطرف ولا فيه إرهاب ولا فيه أي شيء ما بناسب قيمي وعاداتي وتقاليدي هاد بيعكسني أنا فعشان هيك لازم أكون كتير كتير حريص بهذا الموضوع لأنه نسبة الأشخاص اللي عم بتضرروا من هاي الأشياء أكبر في العالم الإفتراضي من العالم الوحقي هلأ رح أحكي لك إياها بالقوانين الرقمية هلأ ثالث محور كمان كتير كتير مهم اللي هو الإتيكات الرقمي السلوك الرقمي أداب الرقميات كتير حلو الإتيكات الرقمي وهو فعلياً هم نقدر نحكي أي سلوك أو أي تصرف ممنوع بالعالم الحقيقي نفس الشيء نازمي هو ممنوع بالعالم الإفتراضي الأخلاق لا تتجزأ لا تتجزأ بالضبط يعني أنا ما بقدر أقول أنه ما هو بالعالم الإفتراضي عادي لا 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 يعني مثلاً أنه خليني أقولك إحنا قاعدين مع بعض لانا وهل مع أكتر من معنا كمان مجموعة صبايا وقولك لانا لو سمحتي ما بيدياكي بالمجموعة بالعالم الحقيقي ما بقدر أعمل هيك هذا هو التنمت بالعالم الإفتراضي ما بقدر أقيمك من جروب واتس أب عشان أنت شاركت بمحتوى أنا ما حبيته أو ما راقلي فالإتكاة في أخلاقيات واحدة بالضبط لا تتجزأ أنا هون صادق أنا هون صادق أنا ضد التنمر بالعالم الحقيقي أنا ضد التنمر بالعالم الإفتراضي وشكل ثاني كمان بالإتكاة الرقمي أنه هي الأخلاقيات مثل ما تفضلت والسلوكيات نربطها بالقانون الرقمي هلأ برضو مثل ما في قانون ضبط سلوكي بالعالم الحقيقي أنا كأمواطن صالح مسؤول عن تصرفاتي وأقوالي وأفعالي بالعالم الإفتراضي أنا مسؤول عن تصرفاتي أقوالي وأفعالي ولايكاتي إعجاباتي والشيرينج كله أنا مسؤول عنه فقد تكون العقوبات بالعالم الإفتراضي أقصى من العالم الحقيقي لأنه بضرر أكتر وتضرر نسبته أكتر يعني مثلاً لأنا عذرين يعني هو معني أنا راضيت كل يوم المثال ونعم المثال يعني فمثلاً أنه هلأ إحنا قاعدين مع بعض افتردي أنا عذريني غلطت عليكي هلأ أنت تضررتي معنوياً قدام شبين ثلاثة أربعة بسط ممكن تدايي وأنا بتعرض لمسألة قانونية افتردي أنه أنا ذميتك على الفيسبوك تبعي وعندي عشرين ألف فولور فولورز تخيلي الضرر المعنوي اللي أنت أصابك فالعقوبة رح تكون أكيد أكبر أكبر وهي لازم التشريعات والقوانين تأخذ فيها وتغلط العقوبة طيب هلأ كأكاديمية دكتورة خلود وأنا أدرك بأنه يعني أنت يعني هاي الأشياء اللي عم نحكيها عم بتحاولوا توصلوها كأكاديمياً في مختلف جامعاتنا الأردنية لهذا الجيل الناشئ وإحنا بهمنا مش بس في الأردن جيل الناشئ العربي كمان يوصل للإيثيكس والأخلاقيات تحت العالم الإفتراضي والذكاء الإصطناعي نحكي عن هذا الموضوع بما أنه هذا الموضوع لسه جديد وإحنا أي ثقافة جديدة بنندخلها لأي مجتمع لازم تتكاثف مؤسسات المجتمع قاطبة مع بعض عشان تنشر هاي الثقافة الجديدة ابتداء طبعاً من المدرسة من الأسرة بعدين المدرسة بعدين الجامعة دور العبادة جماعة الرفاق مؤسسات تنشئ الاجتماعية مؤسسات تنشئ الاجتماعية أدي أنا مثلاً فخورة أنه أنا كتربوية قاعدة في مؤسسة إعلامية ما شاء الله عليها بمؤسسة التلفزيون الأردني أنه عم نتشارك مع بعض إشي تربوي وإنتوا إعلاميين ومن هون إحنا منودي رسالتنا يعني مننشر رسالتنا للعالم ككل وبما أنه أنه هذا المفهوم جديد هلأ منبلش فيه من الطلاب خلينا نقول لصغار بنعمل تأسيس معرفي لقيلهم طب أوكي اللي وعي وكان جديد عليهم إيش نعمل مثلاً زي هلأ طلاب الجامعات برضو دركنا هذا الموضوع مثلاً في عنا بجامعة العلوم والتكنولوجيا مادة اسمها ثقافة رقمية هذه في جامعة العلوم والتكنولوجيا تدرس كمادة اختيارية لجميع طلبة الجامعة أي من الطب بيأخذها للصيدلة للهندسة وتتخيل ليش الإقبال عليها قد كبير لأنها مادة كثير حلوة بتلامس الواقع المعاش فمثلاً والحلو بهذه المادة أنها تتجدد كل فصل كيف بتتجدد؟ حسب التطورة حسب التطورة يعني مثلاً هلأ ممكن نتطرق لموضوع الذكاء الانفعالي أخلاقياتنا بالتعامل مع الذكاء الانفعالي خلينا نقول الفصل الماضي الأول اللي هو بلش بشهر تسعة ما كان عندي موضوع شات جي بي تي هلأ الفصل الثاني حطينا شات جي بي تي لأنه لازم نعرف عن شات جي بي تي هلأ شات جي بي تي هو خلينا أقولك بالذكاء الاصطناعي ككل هو صديق للإنسان وشات جي بي تي ممكن هلأ هو الانتيم تبعنا خاصة للطلاب يعني مثلاً أنا كدكتورة أكيد مطلوب مني أعمل أبحاث دائماً فاللي كان إذا بدي أعمل بحث عن الثقافة الرقمية بسأل شات جي بي تي بقول له بدي أعمل بحث عن الثقافة الرقمية سلبيات إيجابيات تحديات عشر دقائق بيعطيني كل معلومات اللي بدي إياها هلأ أنا ارتحت بس بالعادة لو بدي أعمل هذه الحكية كلها تبدي أخذ مني أقل إشي شهر وبتعرفي الدكتورة أنت هذه الحكية طب أنا شو استفادت حتى أخلاقياً مظبوط ما هلأ بدأ أحكي لك استفادت بالوقت أنه وفرت شهر ولكن إيش مساوئ أول إشي أخلاقياً هاي سرقة علمية هذا الحكي أنا ما تعبت فيه ولما ما بتتعب بإشي أنت ما بتكون عارفة فصار عندي بصير سطحية لما أحكي عن الثقافة الرقمية أنا ما قرأت وما سمعت وما أخذت قراء ثالث إشي إيش بيضمن لي أنه لتشات جي بيتي أنه عم بيعطيني عم بيعطيني بس رأيه لحاله أنا لما ببحث عن محرك البحث جوجل عم بيعطيني أكتر من رأي وأنا بأخذ اللي بديا اللي بناسبني أنا فهونا ما في موضوعية خلاني اعتمادية خلاني اتكالية فمن بالك أنا كدكتورة ولكن كطالب اللي هم الجيل الجيل المستقبل إحنا اللي هم نطلع عليهم كمستقبل إذا اتكلوا على تشات جي بيتي واستخدموا بطريقة بتسيئ لإلهم صارعاً نتجهل في المجتمع فعشان هيك الذكاء الاصطناعي بدك تكون بأخلاقياتهم بدك تكون كتير ذكي بالتعامل معه عندك قدرة عالية على التفكير الناقد أنك تنقض هذا الإشي وأنك تعرف أنه هذا مش لصالحك اتعب هلأ عشان بكرة تحصد النتائج بشكل إيجابي وبدنا نتذكر أنه الذكاء الاصطناعي إحنا اللي عملناه الإنسان عمله فلما بده هو بده يحدد ذكاءك الذكاء الاصطناعي لما بيعطيك المعلومات بتبطل تتفكر out of the box بتصير أنت محدود أعطاك هذه المعلومة بطل فيه إبداع بطل فيه ابتكار لأنه البديه هو اللي عم بيعطيني فعشان هيك إحنا منصف في مستهلكين مش منتجين للمعرفة في الذكاء الاصطناعي دكتورة خلود الزعبي الخصابني أنا بدي أشكرك على هذه المعلومات القيمة أهلا وسهلا فيك في برنامج بيت للكل في استوديوهات التلفزيون شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر